اشتركوا في القناة اليوم غاية في الاهمية عندنا اخبار وموضيع كتير هنتكلم فيها مع حضراتكم ونتنقش فيها كمان مع حضراتكم من خلال تفاعلاتكم على صفحات التواصل الاجتماعي المختلفة سواء السوشيل ميديا طبعا فيسبوك وتويتر وانستجرام ونتكلم في كل التفاصيل وتحديدا فيما يتعلق بموراة الامس وهزيمة الاهل امام الزمالك بنتيجة تلاتة واحد في تفاصيل وحقيقة كتير جدا لازم هنتكلم فيها لكن خلينا نقول لكم سؤال حلقتنا النهاردة هو بيتعلق ببطول الدوري قطال لاوروب ونهاية التشامل المزليج النهاردة ما بين باير ميونيخ وبريس سان جرمان وتوقعاتكم لنتيجة هذه المباراة وحنقرأ كل التفاعلات مع نهاية حلقة اليوم في البداية نشوف اهم ترندات النهاردة يلا بنا في ترند الاهلي الفريق يغلق صفحة الكمة ويبدأ الاستعداد للجون وفي الترند المحلي وزير رياضة يعد بافتتاح مبهر لكأس العالم الميليات وفي الترند العالمي الليلة نهائي دوري ابطال اوروبا طيب كلام كتير جدا مهم عندنا وفاقر الترند الترند طبعا زي ما احراركم متعودين فيها دايما بيبقى عندنا فيها الجديد وكمان بنتناقش فيها في بعض الامور الهمة اللي لازم نتكلم فيها مع حضراتكم دايما لكن انا هبتدي بالمباراة مباراة الامس مباراة الاهلي وزمالك وبعد كده باختم الفقرة دي بمعلومة مهمة جدا لازم اقولها لحضراتكم مباراة الامس طبعا في حالة من الحزن عند جمهور النادي الاهلي وطبعا الحديث لم ينتهي عن هذه المباراة منذ انتهقها بفوز نادية زمالك بنتيجة 3-1 لكن في بعض الحقائق اللي لازم نتكلم فيها وطبعا اكيد تابعنا كل ردود افعال الجماهير على السوشيال ميديا وده دورنا كبرنامج مهتم بمواقع تواصل الاجتماعي وشفنا اراء الناس كلها وتابعنا بطريقة جيدة في الحقيقة لكن في كل الاحوال لازم ان احنا نتكلم في حقائق وانحنا نتكلم في هذه الحقائق لازم برضو نقول كل الاحترام وتقدير لاراء كل جماهير النادي الاهلي اللي كل واحد فيهم بيحب النادي بطريقته وكل واحد بيغير على النادي بطريقته ده امر مفروغ منه ومتفقين عليه تماما ونفيش اي مشكلة خالص لكن الحقيقة بتتعلق بالمباراة وكمان بتتعلق بالكواليس اللي ممكن تكون حصلت او اللي قدت لهذه الهزيمة احنا خسرنا مباراة خسرنا مباراة كنا مش في يومنا اه طبعا كنا مش في يومنا لكن الحقيقة بتتمثل في ايه بتتمثل ان الاهلي خسر مباراة مخسرش بطول الاهلي متصدر بطورة الدوري بفارق 14 نقطة عن اقرب منافسي دي اول هزيمة للجهاز الفني للحالي للنادي الاهلي في اي بطولة محلية اخسرنا في صورة ركاة ضربة الجزاء لكن مباراة كانت اول هزيمة من نادي الزمالك واول هزيمة للجهاز الفني للنادي الاهلي الجهاز الفني الجديد اللي مسك المهمة بداية هذا الموسم لكن برضو احنا بنقيم والكل طبيعي جدا ان هو يقيم الفريق في مباراة الامس خصوصا هي مباراة كل مباراة كبيرة و بطولة في حد ذاتها طبعا احنا منطفقين على الكلام ده كلها ما فيش أي مشكلة خالصة لكن وإحنا بنقايم لازم نسأل تساؤلات لازم نشوف إيه اللي حصل في المتش إيه الأمور اللي كانت واضحة بشكل كبير جدا الأمور بتتمثل في الآتي إن الأهلي هو كان أكثر فريق استحوازاً في المباراة بالإحسانات الرسمية بنسبة 55% الأهلي كان أفضل بدنياً وفني ده كان واضح جداً من الفريق صاحب الفرص الأكثر ومن الفريق اللي سيطر على المبراء ووصل للمرمة بالشكل أكبر ما يقرب من عشر فرص للنادي الأهلي في هذه المبراء ده حقيقة ضرب الجزاء كمان لن تحتسب بشهادة عدد كبير جداً من المحللين إنها ضرب الجزاء بتاعت وليد سليمان وبنسبة الحكم ده والحكم اللي حكم مبارات الأهلي وفيرمز دستاني فاتت به هدف كينو وكان فيه ضرب الجزاء لرمضان صبحي في التوقيت ده لعب النادي الأهلي وما تحسبتش برده لكن مش حقف عند نقطة تحكيم كتير لكن دي كلها تساؤلات مهمة لكن التساؤل الأهم من الفريق اللي كان أكثر توفيقاً هو نادي الزمالك ده أمر حقيقي ده أمر وقعي انت قرحت ضيعت كور في العرضة حاجات انت مش موفق مش يومك مبارح الفريق اللي كان موفق هو نادي الزمالك ثلاث كور بثلاث جواب خلص المطر كسب المبارح دي كلها أمور كانت واضحة وحقاية مهمة جداً جداً لازم نتكلم فيها مع حضراتكم لكن معنى اللي أنا بقوله ده ان احنا زي الفل وان احنا كويسين وكلام من ده لا طبعاً لا طبعاً فيه أخطاء في النادي الأهلي أخطاء فنية فيه أخطاء فنية فيه تقصير من بعض اللعبين طبعاً فيه تقصير من بعض اللعبين أخطاء من الجهاز الفني وارد جداً لنكون فيه أخطاء من الجهاز الفني لكن دايماً لازم أحط النقط في الحروف وأنا بقيم هل الهزيمة بتاعة المبارح دي خسرتني بطولة؟ ما خسرتنيش أي بطولة خسرتني هدف من أهدافي؟ لا انت خسرت المبارح وانت متصدر الدوري انت خسرت المبارح وانت بنسبة تفوكي 90% طبعاً ما بقولش الأهلي حسن الدوري بس بنسبة تفوكي 90% انت بطل الدوري إيه الأهداف الثاني اللي عندك؟ والهدف الأهم والأسمة إيه هو؟ بطولة دوري عبطال أفريقيا انت ضريت في أي حاجة مبارح؟ بالعكس انت استفدت مبارح قبل المباريات والتحديات الأفريقية دور نصف النهائي ودور مهم جداً انت عايز توصل نهائي انت بس عايز تاخد بطولة من آخر يعني مش دور نصف النهائي والنهائي فانت عتشوف أخطائك مبارح تعالجها لأن فعلاً فيه أخطاء فعلاً فيه تقصير من بعض اللعابين ده أمر لازم نلمسه وإحنا هنا يا جماعة بصراحة إحنا لازم نتكلم بوضوح مع حضراتكم وده دايماً دورنا في قناة النادي الأهلي قناة النادي الأهلي هي المراية بتاعت النادي هي اللي بتشوف نبض الجمهور إيه؟ النادي لما يكون مثلاً فيه أمور عايز يقايمها والناس طبعاً بتاعب تقايم كويس جداً وبتعرف تشوف إيه العيوب وإيه الأخطاء وإزاي تعالجها ده طبيعي جداً المسؤولين في النادي الأهلي أكيد بيشتغلوا على الحاجات دي بشكل كويس لكن بيشتغلوا في تقييم نهائي على مدة كبيرة مش مباراة مش فريق خسر مباراة بعد ما كان ما شاء الله كان مطش ورا بعد بيكسب وستاشر مطش متتالي وبعدين تعديلت مطش وكسبت مطش وتعديلت مطش كمان ما خسرتش ولا مباراة فتيجي تهد المعبد على اللي فيه يبقى أنا كده واحد ما بتكلمش في مصلحة النادي مع كامل الاحترام والتقدير لكل الناس كل واحد اللي وجهت نظره تحترم وتقدر بشكل كبير جداً لكن زي ما بقوله حركه وارجع لي حتة إن القناة هي المراية بتاعت النادي انت كده لما بتيجي خارج تلبس دومك بتبص في المراية بتلاقي شعرك مش متصرح بتصرح قميس اللابسه مكارمش حتكوي عشان تنزل شكلك حي بس انت تظهر الحاجات دي هو ده الدور هي دي المسؤولية المسؤولية إن أنا في الوقت المناسب أنابه في الوقت المناسب أتكلم لكن إحنا يا جماعة مخسرناش حاجة إحنا خسرنا مباراة طبعاً نزعل من مباراة لما مباراة كبيرة زي القمة دي طبعاً بنزعل جداً جمهوري الأهلي ما عندوش طعم الخسار تحديداً في مباراة الكل تحديداً كمان الجيل الجديد ده مش متعود ان يخسر من زمانك من الآخر أنا بجابها من الآخر الجيل الجديد ده مش تعود ان يخسر من زمانك مش قابلين اطلاقا اطلاق لمنجاز فاني ولا منلعبين الخسار متفقين متفقين لكن نفس الوقت لما يجي اتكلم وقايم لازم اشوف ايه اللي ينفع اقوله وايه اللي ما يهدش الفريق وما يهدمش المعب انت دلوقتي مكسرتش بطولة الدوري بالعكس انت قريب ان شاء الله بإذن الله هتاخد البطولة ما تحسبتش بس قريب لكن في نفس الوقت كله وما الأخطاء تظهر في وقت زي ده وانا احديكم مثل دلوقتي مهمة لما الأخطاء تظهر في وقت زي ده رغم ان احنا متفقين ان احنا زعلانين اهو تمام لما تظهر في وقت زي ده احسن ما تجيلك في امورات الوداد السنة اللي فاتت لو رجعنا كده مع حضراتكم الاهلي كان قابلوا امورات سانداونز بتاعت خمسة كان ماشي ازاي كنا كاسبين الاتحاد في اخر ديئتين اتنين سفر وكنا متعدلين مع الزمالك وكنا اقرب للفص في التوقيت ده وكنا ماشيين في الدوري بشكل ممتاز ونتايج جيدة اه كان فيه كلام على الاداق الفاني بس كنت بتكسب اخطاءك ما كانتش ظهرة للناس رحت ماتش سانداونز خسرت الخمسة ورجعت فبالتالي لما تلاخطاء تظهر بدري في توقيت زي ده افضل عشان تلحق تعالق افضل عشان تلحق تشوف ايه النواقص اللي عندك وتقدر تعالجها وبالتالي يتحقق الهدف الاسفة بالنسبة لك انك تتغلب على الوداد وتوصل للنهائي وتاخد بطولة دوري عبطال افريقيا بإذن الله تعالي بإذن الله تعالي فدي كلها امور مهمة جدا واتكلمنا فيها مع حضراتكم لكن تعاليني بقى في النقطة الاهم عشان بقى بصراحة ايه لازم نتكلم فيها وانا حقول بالاسماء يعني انا هتكلم بالاسماء النقطة الاهم تتمثل في ايه في الحملة وتصفية الحسابات اللي حضراتكم كلكم ملاحظينها دلوقتي على السوشيال ميديا ومن بعض الشخصيات يقولك ايه سيد عبدالحفيز الجهاز الفني ده ده معناه ايه عمل ايه سيد عبدالحفيز مبارا ايه ايه غلط فيه سيد عبدالحفيز مبارا يا سيدي عندك ملاحظات عندك قراء عندك انتقاط حقك مفيش اي مشكلة انتقاط براحتك اقول لنفسك فيه لكن لازم تكون موضوعا وانا عايز اوجه رسالة للناس دي الاهلي مش هيغير سوابته سوابته اللي هي ايه اللي هي ان انا مبقيمش بمباراة ماشي ماشي كويس واخسر اروح اقل الجهاز الفني شكرا ان السلام عليكم مع السلامة عالف السلامة شرفتونا نورتونا مقولش سيد عبدالحفيز مش عايزك امشي انت سببه زي الناس ما بتعطي الكلف لا مش دالوقت خالص سيد عبدالحفيز مش مكسر الجهاز الفني مش مكسر اللاعبين انبارح مش في يوم فيه كسور بعض الكسور هو الصراحة حلو بعض الكسور موجودة لكن ما تقديش اطلاقا للكلام اللي بيطلع دالوقت ان انت لازم تشوف بقى تعيد نظر في الجهاز الفني عشان خسرت المباراة وتعيد نظر في سيد عبدالحفيز ده كلام غير واقعي وانا بقول له حضراتكو اهو للناس اللي هي واخده السكة دي والاتجاه ده لا انتو مش هتغيروا سوابة الاهلي الاهلي هيقيم معناية الموسم عندي مثلا حد في الجهاز الفني لا ممكن اغيره معناية الموسم ده نادي الاهلي وطبعا كل الامور دي راجع المسؤولين هما قادرة بكل شيء يعني تمام؟ عندي جهاز الفني محتاج يتغير حسب ما اقايم واشوف الامور ايه؟ حسب مدرس الدنيا مبتمشيش كده زي ما حررتكم مثلا بتشوف بعض الاندية ان انا ماتش ماتشين خسرت مش عارف ايه لا خلاص الجهاز الفني ده مش نافع واطلع ان تأخده كمان احنا مش بتوع الكلام ده الاهلي مش تعكده الاهلي ما يغيرش سوابته مش الحاملة اللي معمولة والواضحة جدا والواضح فيها كمان تصفية الحسابات هي اللي هتغير سمات النادي الاهلي وسيستم النادي الاهلي وسابته اطلاقا خالص مش فاهم بصراحة ايه الحاملة دي؟ ايه اللي بيحصل؟ وهي رسالة الجمهوري النادي الاهلي في الحقيقة ما تدوش فرصة الحد ما تدوش فرصة الحد انه ينال من ناديكم وانا بتكلم بوضوح تام تام مش عايزين ننجرف لمثل هذه الامور مش عايزين نفقد اطلاقا ثقاتنا فيه الجهاز الفني في سيد عبدالحفيز في لعبة النادي الاهلي في كل اي حد بيمثل النادي الاهلي مش هنفقد السكة لان احنا لسه في مرحلة قربنا فيها نحسن بطولة الدوري لكن لسه عندنا حسم بطولة مهمة هي بطولة الدوري قطال افريقيا فانا لو دلوقتي عادنا كده نقيم مع بعض ونقول لا احنا لازم نشيل ده ونحط ده ونبدل وكلام منده ونمسك اللعيبة نخسلها ونقطعها حتت احنا اللي خسرين كجمهور احنا اللي حنزعل في الاخر لكن حقك كل الحق انك تحط ملحظاتك طبعا لكن الافضل كمان انك مع نهاية الموسم كمان تساعد الادارة او مش تساعد الادارة كده كده بتاعه تقيم لكن انت كمان تقيم من وجهة نظرك انت كمان تشوف ايه الانسب و ايه الاصح بالنسبة للفريق لكن دايما اختيار التوقيت هو الاهم اللي حيساعدني اللي حيوقفني على رجلي واشوفه وعمله عشان اقدر في الاخر اوصل للهدف المنشود هنيجي في الاخر لقدر الله لقدر الله لقدر الله الاهل يخسر بطولة دور اطال الافريقية يبقى فيه كلام تاني هيبقى موسم خلص تقعد كده تدرس وتقيم وايه وتاخد قرارات لكن دلوقتي في الحقيقة واضح جدا الحملة اللي معمولة على بعض الشخصيات داخل الجهاز الفني والاداري بالنادي الاهلي وعلى بعض اللاعبين وكلام منته رغم الاعتراف الكامل الاعتراف الكامل بان فيه تأثير من البعض فيه تأثير من بعض اللي عمل لكن دايما لازم احط الجملي في مكانه مش موفق خالص مبارح التوفيق كله كان حليف نادي الزمالي قدر ان هو يكسب قدر ان هو يفوز بالمباراة ويحقل نتيجة كويسة من ثلاث فرص حاجة تحسب لهم ثلاث فرص جابهه اهدف في المقابل انت كنت مش في يومك خالص ضيعت بتاع حوالي ما يقرب من عشر فرص بالاضافة لضربة الجزائي ما تحسبتش الكلام من ده ده الكرة بتاعتيازر مش عايزة تخش يعني الكرة بتاعتيازر اللي دخلت جون لينا مش عايزة تدخل فانت ما كنتش موفق الكرة دخلة بالعفل فما فيش مشكلة مقطة ومن اول السطر انت بتتعلم من اخطاء انت بتقف عند السلبيات اللي عندك وتعالجها وتاني وتالت وعاشر كلما السلبيات دي تظهر بدري قبل الاهم بالنسبة لك كلما يبقى دي ميزة بالنسبة لك كلما يبقى ده شيء ايجابي بالنسبة للنادي الاهلي وبإذن الله بإذن الله هنقدر نتدرك الموقف وحنقدر نعدي المرحلة دي وهي فعلا مرحلة كانت صعبة جدا المرحلة اللي فاتت عن النادي الاهلي وحنقدر ان احنا ايه نتخطى الصعب ونوصل للهدف المنشوق فيه نقطة كمان عايزة اتكلم فيها وهي نقطة ايه ربط هزيمة النادي الاهلي برحيل بعض اللاعبين انك تربط الهزيمة بتاعت انبارح من الزمالك ان فلان مشي وعلا انه مش عارف عمل ايه وكلام من ده ومشيه ثاني وثالث وعاشر الاهلي ما بيقفش على اي لعيب والتجارب كلها اثبتت كده اساطير كبيرة قوي قوي اعتزلت اساطير كبيرة جدا جدا رحلت عن النادي الاهلي والاهلي بيكمل في بطولاته وبينكمل في انجازاته وفي مبارياته وبيسعد جماهيره كل الشواهد بتقول كده الخطيب اعتزل ابو تريك اعتزل مصطفى عبدو اعتزل واق الجمعة بركات عماد متعب ناس كتير قوي اسماء تقيلة جدا اعتزلت والاهلي بيكمل في طريقه في مشوار فما ينفعش نربط اطلاق الهزيمة مبارح برحيل بعض الاسماء حتى لو هم فنيا عليين قوي قوي والاعتراف بكده موجود ما ينفعش ان احنا نربط ده بهزيمة لا هزيمة لها اخطاء فنية تقدر تعالجها وتشتغل عليها فيه اللي جاي ده كان كلام مهم جدا ولازم الوقت اللي احنا فيه ده نقف في ظهر الفريق الفريق محتاجنا الناس دي اشتغلت كتير وكسبتنا ووراك كتير وعملت مجود كواس جدا وقت ما يحتاجونا لازم احنا نبقى في ظهرهم لازم نفضل في ظهرهم لحد اخر موسي لحد ما ان شاء الله بإذن الله احنا واسقين فيهم كل السكة انهم يحاقلنا اهدافنا ويحاقلنا طموحاتنا كجمهور للنادي الا الاهلي فالسكة موجودة في الجهاز الفني في اللاعبين وان شاء الله بإذن الله يقدروا يساعدوا جمهور النادي الاهلي في كل مكان بإذن الله تعالى ده فيما يتعلق بمبارات الامس المبارات اللي جاية مهمة جدا عندنا مع الجونة وان شاء الله نركز فيها والفريق يقدر يستعيد توازنه ويقدر يفوز في هذه المبارات قبل ما اطلع الفاصل معلومة مهمة جدا عايز اقولها لحضراتك وهو فيما يتعلق بمحمد محمود وهي معلومة بنختم بها فقر الترند ومحمد محمود في الحقيقة يعني الكلام تلعى كتير عليه خلال الساعات الاخيرة تحديدا والناس بتتكلم على ان محمد محمود في مشكلة في ركبته واللعب يشتكي من بعض الالام وكلام من ده انا هوضح لحضراتكو الحقيق بالتفاصيل بالتفاصيل محمد محمود حدث ببعض الالام الخفيفة او في الرجبة ودي طبيعية بعد جراحة الروباط الصاليبي وبعد ما بتيجي تنزل الملعب انا جربت الموضوع ده في الروباط الصاليبي ودي بتبقى حاجات طبيعية لما بتيجي تباصي كورة او تشوت الكورة وكلام من ده متحس ببعض الالام نتيجة للعملية مفيش مشكلة فبالتالي ايه اللي حصل لما الولد حس بالالام دي محمد محمود هو نجمه اللاعب كبير قوي راح سافر المانيا عمل بعض الفحوصات الطبية الفحوصات اكدت ايه واثباتت ايه اثباتت سلامة اللاعب بنسبة مليون في المية وحينضم محمد محمود لتدريبات النادي الاهلي خلال ايام من دلوقتي عشان يكون في التدريبات الجامعية مع النادي الاهلي واكيد عودته هتكون مكسب مهم جدا للفريق طبعا مش في المرحلة دي في المرحلة اللي هيكون فيها مقايد او هو مقايد محلية لسه مش مقايد افريقيا فيعني وقت ما حيتامل الاحتياج ليه هيكون موجود بإذن الله وجاهز بنسبة مليون في المية ده فيما يتعلق محمد محمود ووضحنا لكم الجزئية دي هروح لفاصل سريع وبعد الفاصل نرجعني كنت استنين اهلا بحضراتكم من جديد طبعا الفريق عقب الهزيمة مبارح امام نادي الزمالك حيبتدي استعداداته النهاردة مباشرة للمبرارة المجبلة امام فريق اللاجونة بإذن الله تعالى مبرارة غاية في الاهمية مهمة قوي قوي ان انت تظهر فيها بشكل جيد تقدر تستعيد الثقة والثقة طبعا من الجمهور موجودة بإذن الله لكن ثقة اللاعبين في انفسهم بعد مباراة الاخيرة امام نادي الزمالك وتقدر تستعيد توازنك عشان ان شاء الله تكمل مشوارك بشكل طبيعي جدا لان الخسارة زي ما اتفقنا مش هي نهاية الدنيا وما خسرتكش حتى الان اي بطول الخسارة تبقى كارسية لو خسرتك هدف من اهدافك متوفقين على الجزء ايه فبالتالي التمرين النهاردة فيه تمام الساعة الخامسة مساء بساعد من خلاله النادي الاهلي للمباراة المقبلة واستعداد حيكون مهم جدا جدا علشان كده انا عايز اقرب من الصورة بشكل اكبر واروح للزميل العزيز كريم احمد من رئيس القناة الاهلي والمتواجد الان في استاد مختار التتش عشان اطلع من خلاله على بعض التفاصيل المهمة اللي بتخص تدريبات اليوم يا كريم مساء الخير عليك مساء الخير عليك يا زميل العزيز امير الشام برحب بك طبعا كالعادة وبرحب بكل جمهور النادي الاهلي اهلا بك يا كريم طمنا على الجديد عندك انا عارف ان عندك بعض كمان الكواليس اللي حابب تقولها الجمهور النادي الاهلي تفضل سامعينك بالتأكيد طبعا زميل امير في البداية بننهرد لك للنادي الاهلي وزي ما انت قلت طبعا يعني الخسارة هي مش نهاية العالم لكن اكيد درس مستفاد كبير جدا لكل العيبة بل الجهاز الفني للجميع يعني نقدر نقول كنا بنتمنى ان احنا مبرح اه يمكن فيه بدلة كبير جدا عند اللعيبة التيم بشكل عام ما بنش بالشكل اللي احنا عايزينه شخصية البطل بقى كنا محتاجين نشوفها كنا محتاجين نشوف الجدية وروح الفنالة الحمرة امور عديدة جدا يمكن غابت عننا مبرح لكن ده يمكن نقدر نقول انذر بقى لكل اللعيبة فترة اللي جاية لابد يكون في مزيد من التركيز عندنا افرق نقاط كبير لكن احنا جمهور النادي الاهلي يعني طماع في الكورة عايز الفرق يجبر وعايز كل مباراة يكون انتصار لها احنا عندنا هدف واحد امير انت عارف طبعا كل مباراة ثلاث نقاط طبعا نحن فيه كل المباراة بيكون لها حسابات خاصة فنية وذهنية وايضا كمان بالنسبة لإصابات والغيابات لفريقة للنادي الاهلي لكن ان شاء الله بإذن الله النادي الاهلي قادر الفترة القادمة ان هو يعود مباريات عديدة ونقاط عديدة هدفنا كبير هو حصوله على علاقة بطولة الدور العام وانت عارف طبعا اللي عايز بطولة الدور العام عايز نفس طويل بيبص للاخر بيبص الاخر المباراة ما بيبصش للمباراة المباراة عدت خلاص انتهت يمكن ده اللي اكد عليه الجهاز الفني عقب انتهى المباراة وبشارة تم غلق الصفحة تماما بكل السلبيات اللي فيها بالنقاط بكل الامور وهيبدأ النادي الاهلي بشكل كبير النهاردة بدون راحة طبعا زي ما انت عارف الاستعداد القوي جدا لمباراة الجونة مباراة غاية في الاهمية بتضم عناصر مميزة جدا بيلعبه كورة جيدة جدا فمحتاجة ايضا كمان ان يكون في شغل كبير في ارضية الملعب مع الجهاز الفني بخيادة ريني فيلر محتاجة كمان ايضا كمان ان احنا لتشكيل الفترة القادمة والتعديلات اللي شفناها في مباراة الزمالك تتعدل اكتر من كده كمان يعني شفنا بعض اللعيبة في اماكن غير مركزة كنا بنتمنى طبعا ان هي تقدي بشكل مميز لكن خلاص يعني زي بيقول لك الامور انتهت بالنسبانا والامور خلاص ان شاء الله نادي الالي يغلق للصفحة تماما زي ما احنا متعودين انا عايز اتكلم بس في نقطة مهمة جدا طبعا يعني منطم الجمهور النادي الالي على وليد سليمان وليد سليمان طبعا يمكن شفناه في المباراة الزمالك الاخيرة والكرة المشتركة اللي كانت مع محمد عبد الشافي طبعا ممكن واحد من لعب نادي الزمالك اللي اكيد بنتمنى له كل السلامة لكن النهاردة يمكن وليد سليمان اشعة صباحا على كدفه الشمالي يمكن بفكر طبعا و� � ExplOW كل الجمهور النادي الاالي مباراة السوبر يعني اللي فاز فيها النادي الالي 32 ويمكن شوفنا طبعا ضربة الجزائي اللي كان محمد كوفي لعب نادي الزمالك يمكن كان ضربة الجزائي لوليد سليمان نفس الاصابة يعني او نفس الكادمة القوية هي اللي دلوقتي مع وليد سليمان كادمة قوية جدا شفناها وممكن شفنا وليد سليمان تحامل على نفسه في المباراة الأخيرة مباراة في نفس المكان يا أمير طبعا يعني نقدر نول فوق في كتف الشمال لكن واضح ان هي كادمة قوية ممكن زي ما أكدنا وممكن طبعا بشكل خاص من وليد سليمان تحديدا ممكن هو عمل أشعة صباحا النهاردة هيتم طبعا عرضها على طبيب النادي القالي خالد محمود إن شاء الله بإذن الله ما تبقاش إصابة قوية لكن واضح ان هي كادمة قوية جدا لوليده ويمكن هو متأثر من فترة طويلة جدا أي أمور بتكون في الكتف الشمال كمان تحديدا بالنسبة للويد سليمان بتعاوكه ممكن بالنسبة للتدريبات أو بيحاول أن هو ما يبقاش في التحمات لكن إن شاء الله بنتطمن بشكل كبير جدا على الأشعة لأجراها وليد سليمان صباح اليوم النهاردة بإذن الله إن شاء الله تعدي وكل الأمور الخاصة بالعيبة النادي القالي بالنسبة للإصابات إن شاء الله تعدي كمان عايزين نتطمن النهاردة على أحمد الشيخ أحمد الشيخ يعني قدر أقولك النهاردة بنسبة كبيرة ممكن يشارك في التدريب الجماعي لفريق النادي الأهلي وكان طبعا كان يفضلوا الراحة بالنسبة للمباراة الماضية وتدريب أيضا قبل الأخير لأن أحمد الشيخ لسه بيعاني طبعا من بعض الألام في الكاحل بالنسبة للجليل الشمال لكن إن شاء الله بإذن الله أمير نتطمن على كل لعيبة النادي الأهلي كل الأمور يمكن قدر أقول لك خلاص بالنسبة لعيبة النادي الأهلي في محاضرة فنية دلوقتي أقول الكواليس بالضبط للوقتي ما قبل المران والتأميرين بالضبط حيبتدي الساعة كام والأمور هتبقى ماشية إزاي وبرنامج الخاص بالفريق حتى موعد المباراة مقبلة بإذن الله تعالى يمكن في هذه اللحظات زميلة أمير طبعا يقدر نقول محاضرة للجهاز الفني المحاضرة طبعا كالعادة بيكون فيها لتحضير المباراة القادمة والحديث عن المباراة خلاص انتهت بالنسبة للمباراة الزمالك ولابد أن احنا نستعد بكل قوة لكل المباراة القادمة ويكون انطلاقة جيدة وقوية الفريق النادي الأهلي في مباراة الجونة النهاردة التدريب هيبتدي خمسة ونص يعني خلاص يمكن نضروا لحظات بسيطة جدا وهيتوجع لعيب النادي الأهلي إلى ملعب مختار التيتش لأداية تدريب انتعارف طبعا مع مباراة الأمس النهاردة مشابه فيه تدريب قوي يبقى بسيط جدا لكل اللعيبة اللي شاركت وتدريب قوي وخاص جدا لكل اللعيبة اللي لم تشارك في مباراة الأمس التدريب هيكون مستمر طبعا انتعارف طبعا ما بيكون في مسحة قبل 48 ساعة بالنسبة للمباراة القادمة مباراة الجونة بيكون التدريب صباحي فأكيد التدريب غداً يكون خمسة ونصف وبعد غداً يكون التدريب تسعة ونصف صباحاً على أن تكون مسحة طبية ومن بعدها بقى إن شاء الله النادي الآلي يستمر في خمسة ونصف يوم المباراة أو يوم قبل المباراة لأن يدخل إلى معسكر مغلق استعداداً لمباراة الجونة بنأكد طبعاً على جهزية اللعيبة إن شاء الله طبعاً بشكل عام من كل اللعيبة لأنه بعد المباراة الزمالي كان فيها التحامات قوية جداً كل مباراة بيكون فيها بعض الكدمات بعض الإجاد لعيب يشعر بأي حاجة في العدل الخلفية الأمامية لا الحمد لله الأمور ماشية بشكل طيب جداً لكل لعيبة النادي الآلي وده اللي بنتمنىه وبنتمنى من جمهور النادي الآلي المسندة والدعم الكبير الفترة القادمة مش معنى المباراة النادي الآلي تهزم هدية المباراة إن الأمور كلها تكون خلاص خارج السيطرة بالنسبة لعيبة النادي الآلي لقى لعيبة النادي الاهلي على قدر المسئولية وبنقول ثقاتنا كبيرة في لعيبة النادي الاهلي والجهاز الفني دي مش كلمة من فراغ لان بنشوف الجدية وبنشوف حماس كبير جدا في التدريبات لكن اكيد زي ما احنا بنأكد امير التوفيب تعربنا سبحانه وتعالى ممكن تعمل كل حاجة في المباراة شفنا الى باجين بارح وظهوره المميز جدا والرائع جدا وكان مركز بشكل كبير كذا فرصة لو كانت النادي الاهلي يقدر يحسمها الموضوع كان يكون مختلف بشكل كبير جدا لكن هي دي كرة القدم ان شاء الله بإذن الله امير يكون القادم افضل مع المسندة الكبيرة من جمهور النادي الاهلي السند والدعم الحقيقي لكل العيبة النادي الاهلي والجهاز الفني ومجل الاصدارة هو جمهور النادي الاهلي بإذن الله كريم انا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز كريم احمد مرئيس القناة الاهلي من استاذ مختار التيتش شاعلنا كل الاخبار وكل الكواليس ما قبل مباراة او ما قبل كمان مران اليوم تحديدا واستعدادت للمباراة المجبلة امام فريق الجونة بإذن الله فيه كم نقطة اتكلم فيهم كريم بشكل مهم جدا وهو فيما يتعلق مثلا بأليو باجي في الحقيقة هو من مكاسب مباراة اللي امس مهاجم جيد جدا جدا ضايع اكتر من فرصة لكن اشتغل عليهم بشكل كويس محطة سواء كلعب محطة ممتاز وسواء كلعب داخل الصندوق ايضا ممتاز لكن التوفيق هو المكانش محالي في النادي الاهلي وبالمناسبة هو توفيق مصاحب لبعض الاخطاء عشان نبقى واضحين مع حضراتكم ما نبقاش ان احنا بنحاول نجمل الصورة لا خلص ده مش دورنا اطلاقا يعني النقطة التانية برضو اللي عايز اتكلم فيها هو وعي جمهور النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في الحقيقة عنده قدر كافي من الوعي بالتوقيت اللي بيحتاجه فيه الفريق التوقيت اللي انت لازم تبقى الضهر النادي بالشكل المطلوب واللي تعودنا عليه دايما من جمهور النادي الاهلي هو جمهور النادي الاهلي دايما ففي المواقف اللي زي دي هم اكيد اكيد عارفين ومدركين كويس جدا حاجة الفريق لهم علشان الاهداف الكبيرة ان شاء الله بإذن الله تتحقق من خلال المجموعة الحالية هتقول لي بالفرقة بتاعت الانبارح دي احنا صعب لا نقدر انت عندك غيابات كتير قوي غيابات كتير جدا مؤثرة بالاضافة للعبين الموجودين اللي مكنوش في يومهم مبارح وانت عندهم بعض الأخطاء واللي ان شاء الله هتدركوها خلال الفترة اللي جاية انت عندك حسين الشحات غاية عندك محمود عبد المنعم كهرباء اتنين تقال قوي غايبين عندك بعض اللاعبين كمان محمود متولي يعني رباط صليب عندك بعض اللاعبين المؤثرين اللي بيغيبوا لكن مع عودتهم بالاضافة للمجموعة الحالية اللي موجودة ان شاء الله بإذن الله نقدر ان احنا نحقق الهدف المطلوب بإذن الله تعالى وهو بطول الدوري أبطال أفريقيا وبخلاف بطول الدوري اللي اقتربنا منها زي ما اتفقنا بإذن الله تعالى هنروح لفاصل ونرجع نكامل الحسابات الرسمية المختلفة في الصفحات على السوشال ميديا تتكلم وتتناول الحديث عن مبراطل الأمس بشكل مفصل وليهم بعض الرسالة المهمة جدا اللي تكلموا فيها على صفحات التواصل الاجتماعي فبالتالي من خلال كده خلينا نشوف تريند الأهلي في النهار يلا الصفحة الرسمية اليلا كور على فيسبوك نشروا تقرير عن مشاركة باجي في المبراطة بعنوان هل يغير بايلر طريقة لعبه بعد تقلق باجي حساب أهلي سبورت على الإنستجرام كتبوا أن المكسب الوحيد من المبراطة هو السنغالي أليو باجي اللي ظهر بالشكل المختلف تميز جدا كمحطة فعالة ومستوراء الحساب الرسمي موقع السوبر كور على فيسبوك قال أن الخطيب هيجتمع بايلر لمعرفة أسباب الهزيم الصفحة الرسمية للوطن سبورت على فيسبوك قالت أن بايلر بيطلب التعاقل مع ظهير أيمن للأهل أما الكابتن واقل جمعة أستورة النادي الأهلي فكتب تويتا مهمة جدا قال فيها قال أن دايما الأهلي تحت الضغط ولو فاكر أن الحياة في الأهلي وردية وجميلة تبقى ما تعرفش عن إيه الأهلي سواء مسؤول أو لاعب أو عامل أو مشجع قال أهلي متصدر الدوري بفرق 14 نقطة وشوف الناس دي علينا إزاي هدفنا غير هدفكم خالص واللي حصل إمبرح يفوقنا ويصحينا للي جاي وكلنا معك يا أهلي كلام حلوة الصفحة الرسمية للأهلي اليوم على فيسبوك واجهوا رسالة بالتركيز على اللي جاي وتصحيح الأخطاء كمان صفحة ماجيكان وكتبت رسالة تشجيع لكهرباء وضروجة الاجتهاد في الفترة المقبلة الحساب الرسمي اللي في الجول على تويتر نشر تصريح لنادر شوقي أن محمد محمود سليم والفحوصات التي خضع لها في ألمانيا أثبتت جهازيات ودحاية وأخيرا مع الحساب الرسمي المهندس ثانيا بوريدا فنشر مبادرة لدعم مؤمن ذكرية طيب كلام كتيش جدا على موضوع المباراة بالأمس وأعتقد أننا فصلنا المباراة نقطة نقطة وتكلمنا في أمور مهمة جدا مع بداية حلقة اليوم لكن يعني فيه إعجاب كبير جدا من بعض الصفحات المختلفة سواء صفحات لبعض المواقع الرياضية أو حتى صفحات جماهيرية بخصوص أليو باجي وأداءه ومستوى المميز اللي ظهر عليه في المباراة الأخيرة ومباراة اللي عاب لها كمان مباراة أسوان كان أدى بشكل جيد جدا في الفترة اللي شارك فيها فده أمر مبشر لمستوى اللعب اللي إن شاء الله بإذن الله نتمنى كمان أنه يكون في مستوى أفضل من كده وواصقين فيه كل الثقة ومهاجم واضح أنه مميز وإن شاء الله يكون إضافة بالنسبة للفريق وده حصل من خلال طبعا الإشادة من خلال يلا كورا الصفحة الرسمية بتاعتهم هو حساب أهل سبورت على إنستجرام كمان الحساب الرسمي للسوبر كورا على فيسبوك قال إن الخطيب هيجتمع بفايلر لمعرفة أسباب الهازمة دي أمور إدارية أو وجهة نظر ممكن تكون خاصة بالكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي لكن دايما اللي إحنا متفقين عليه إن التقييم ما بيبقاش فيه مباراة أو مباراةين أو حتى عشر تقييم بيكون من خلال مرحلة كاملة وده اللي إحنا تكلمنا فيه وده اللي إحنا كمان متعودين عليه دايما من خلال النادي الأهلي وسياسته وفي الحقيقة السياسة بتبقى ناجحة في أجلب الوقت طبعا الصفحة الرسمية الواطن سبورت على فيسبوك قالت إن فيلر بيطلب التعاقد مع ظاهير أيمن في الأهلي دي برضو كلها أمور فنية تتعلق بالمدير الفني نفسه هو أضرب كل شيء وأضرب كل الجوانب وهو أقرب واحد للفرقة وهو صاحب القرار سواء في التعاقد مع ظاهير أيمن أو عدم التعاقد مع ظاهير أيمن لكن المؤكد هو كل السقة في كل اللاعبين المتواجدين في قائمة النادي الأهلي طبعا تويتر كابتن واقل الجمعة بما إنه أسطورة من أساطير النادي الأهلي واحد يعني معجون أهلي كده زي ما بنقول فكلامه كان مهم جدا في الحقيقة وأنا عايز أعيد الكلام بتاعه تاني لأنه لازم نقف عنده وهو الراجل كان قال إيه على حسابه الرسمي على تويتر قال إن دايما الأهلي تحت الضغط ولو فاكر إن الحياة في الأهلي وردية وجميلة تبقى ما تعرفش يعني إيه الأهلي سواء مسؤول أو لعب أو حتى عامل أو مشجع الأهلي متصدر الدوري بفارق 14 نقطة وشوف الناس علينا إزاي هدفنا غير هدفكم خالص واللي حصل مبارح يفوقنا ويصحينا للجاي وكلنا معاك يا أهلي وحتة يفوقنا ويصحينا دي مهمة جدا لأن اللجاي هو الأهم فإن أنت لما تفوق وتصحى دلوقتي هتقدر تعالج في اللجاي وتقدر توصل للي أنت عايزه من اللجاي بإذن الله تعالى طيب صفحة اللي أهلي اليوم على فيسبوك وجهه رسالة للعبين بالتركيز على اللجاي وتصحيح الأخطاء أو ما الناس اتكلموا قالوا إن الدربي صفحة واتقفلت إحنا جمهور ما بنستخباش ووقت الهزيمة وده حقيقي طبعا لازم نبدأ نركز على عودة حسين الشحات ومحمد محمود في الفترة اللي جاية لأنهم حيفرقوا جدا لازم نبدأ نشتغل صح للفترة اللي جاية لازم كل لعب يستحق إنه يكون أساسي نلاقيه فعلا في التشكيل أساسي مش مجرد بديل لازم نحضر لمبراطي الوداد لازم كمان نشتغل أحسن على ملف الصفقات ونشتري مواهب جعانة كورا لازم كل شخص غلطان في المنظومة يراجع غلطه ويغيره قبل فوات الأوان بالتوفيق لجميع المنظومة وبالتوفيق لفايلر والمحنة أخيرها فرحة ولأننا الأهلي سنعود أقوى بإذن الله تعالى ده هيحصر طيب أنا هروح لفاصل وبعد الفاصل نرجع نواصل بكرات الترينجي نهو طيب عندنا فقرة مهمة جدا النهاردة وهي فقرة التريند العالمي وكلام كتير هيكون عندنا مبراط اليوم في نهاية دوري أبطال أوروبا ما بين باريس فان جرمان وأيضا باير ميونيخ في مباراة هتكون سماتها الأساسية الندية والقوة والمتعة كمان بالنسبة لكل الجماهير في مختلف أنحاء العالم لأنه أنت بتشوف نجوم هنا ونجوم هنا فهتبقى مباراة كبيرة جدا وهي مباراة بطولة بكل تأكيد فهتحظى بقدر كبير جدا من المتابعة ده أمر مؤكد فبالتالي خلينا نروح نشوف التريند العالمي النهاردة نبدأ التريند العالمي بنهاية دوري أبطال الأوروبا بين باير ميونيخ وباريس سان جرمانو واللي هتتلعب النهاردة الساعة 9 وده من الحساب الرسمي لدوري الأبطال توماس تخل المدير الفني لباريس سان جرمان قال إن مباراة النهاردة هتكون نهائي قوي للغاية بين الفريقين وده من الحساب الرسمي لباريس سان جرمان على تويتر نروح لحساب باير ميونيخ على تويتر اللي نشر صورة للفريق في التدريبات الأخيرة قبل لقاء اليوم معلق إنه يوم جيد لنصنع التاريخ جنابري وليباندوسكي تفوق على رونالدو وبيل كأكثر سنائي تسجيلاً للأهداف في موسم واحد بدوري الأبطال برصيد 24 هدف ده اللي قاله حساب كورة على تويتر ونروح للصفحة الرسمية اللي يلا كورة على فيسبوك اللي نشرت أبرز أرقام سيرجي جنابري ونيمار الصفحة الرسمية في الجول نشرت أرقام مبابين مع باريس سان جرمان هذا الموسم بجميع البطولات وكمان تصميم خاص من حساب بليتشر فوتبول على تويتر لجميع الفرق اللي خرجت من دوري الأبطال وهم يشاهدون مباراة اليوم نشر الحساب الرسمي للشرق الأوسط على تويتر تصريحات لواخيم لوف المدير الفني للمتخب الألماني وقال من المنطقي تطويق باير ومدربه فليك بلقب الأبطال حساب ديلي ميل على تويتر نشر صورة نمار وعلق نمار ترج برشلونة ليخرج من دول ميسي واليوم جاءت فرصة أما حساب فورس ريش ري على تويتر نشر خبر بيقول أن أرسنان توصل اتفاق مع جابريال مدافع ليل الفرنسي مقابل 30 مليون يورو ومن المقرر أن يطير للندن يوم الأسنين المقبل لاستكمال الفحصات ألتبين وأخيراً الحساب الرسمي في الجول على تويتر نشر خبر بيقول أن برشلونة حدد ثلاثة أسماء لضمهم هذا الصيف وهم لوطارو مارتينيز مهاجم انتر وإيريك جارسيا مدافع منشستر سيتي وجوزي لويز جايا زاهير أيسر بالنسيا طيب هنعلق على بعض الأخبار المهمة جداً وهي كلها طبعاً بخصوص مباراة اليوم المرتقمة بين باريس سان جرمان وباير ونبتدي من الحساب الرسمي لدوري أبطال أوروبا واللي بينوه طبعاً عن المباراة اللي هتقام فيه تمام الساعة التاسعة مساءً وهي مباراة أكيد غاية في القوة والندية توماس توخل كمان المدير الفني باريس سان جرمان قال أن المباراة النهاردة هتكون نهائي قاول الغاية بين فرقتين وده كان من خلال كلامه مع الحساب الرسمي لباريس سان جرمان على تويتر وفي الحقيقة طبعاً هتكون مباراة غاية في الأهمية باريس سان جرمان لأول مرة أول مرة يوصلوا لنهائي دوري أبطال أوروبا في المقابل فريق باير ميونيخ متمرس في هذه البطولة وقدر أنه يحرز أكثر من لقب وده الأطاب طبعاً من جمهور باريس سان جرمان يعني عنده شغف كبير جداً للفوز طبعاً ببطولة دوري أبطال أفريقيا ومعهم طبعاً بعض الجماهير من فريق باير ميونيخ الألماني والكل بيستعد لمشاهدة هذه المباراة التاريخ في صالح باير لكن برضو باريس سان جرمان عندهم إمكانيات كبيرة جداً سواء من حيث المدير الفني توماس توخل المدير الفني العلماني مدير فني مميز جداً وأيضاً من حيث اللعبين وأبرزهم نيمار وكليان إمبابي وكلهم جهزين عندك كمان كيلور نفاز من اللعبين اللي أحرزوا أربعة شامبينز لينج مع ريا المدريد وعندك كمان فيراتي اللعب الإطالي الشهير في وسط الملعب اللعب مهم جداً عدد من اللعابين المميزين في الحقيقة في فريق باريس سان جرمان فبالتالي من هنا هتيجي متعة هذه المباراة والتشوق الكبير جداً اللي هيكون عند الجماهير للاستمتاع بها وفرصة قد لا تتقرر لفريق باريس سان جرمان الفرص بهذا اللقب لكن في نفس الوقت الألمان ما بيهزروا شباير ما بيتهزروا شعايزين ياخدوا بطولة يديفوا بطولة جديدة بالنسبة لهم في تاريخ بطولاتهم في بطولة دوري أبطال الأوروبا فهتبقى مباراة قوية جداً وطبعاً الأرقام كمان في صالح فريق باريس الناس أحرزوا أهداف كتيرة في المقابل استقبلوا عدد قليل جداً من الأهداف في بطولة التشاملينز ليجو ما خسروش ولا ماتش هذا الموسم بما أننا كمان نتكلم على باريس خلينا نروح لحساب الفريق على تويتر واللي نشر صورة للتدريبات الخاصة بفريق باريس مونيخ قبل مباراة اليوم التدريبات كانت مبارح طبعاً آخر التدريبات ويعلقوا قالوا أنه يوم جيد لنصنع التاريخ يعني كجانب تحفيزي بالنسبة لهم ودي طبعاً التدريبات الأخيرة الفريق باريس مونيخ كمتش طبعاً من أحد المواهب الباريسة في عالم كرة القدم في الحقيقة اللي كان معنا على الصورة توليسه كمان من اللاعبين المميزين جداً في وسط ملعب باريس مونيخ بالإضافة لكوتينيو طبعاً المعار من بارشلونة لعب كبير جداً ومميز وبالمناسبة ومفارقة من دولة المفارقة طبعاً بخلاف الدهية الموجود قدامكم ده طبعاً لباندوسكي هداف البطولة هداف الدوري الألماني وحاجة جامدة جداً جداً الراجل ما بيزهقش من أحراز الأهداف لكن المفارقة اللي عايزة أقولها لحضراتكم إن في حالة فوز بايرن ببطولة دوري أبطال أوروبا فبالتالي هيتم دفع من قبل بارشلونة خمسة مليون يورو بخصوص انتقال كوتينيو باير ميونيخ كشرط في شرط العقد اللي موجود فدي أمور كلها موجودة طبعاً انتياجة ألكنتارا من اللعابين اللي اسمهم مرتبط جداً في ليفربول خلال فترة انتقالات الحالية هنشوف هينجع في الاندمام ولا لا لكن مهتم بيه جداً يورجون كلوب لكن المباراة طبعاً هتكون كبيرة وميزة بخلاف كمان بيرزيتش اللعب الكرواتي اللي موجود يعني أسماء يعني فرقتين عندهم أسماء تقيلة أو يقدروا ان هم يمطعونا في مباراة اليوم طيب خلينا كمان نروح لخبر من ضمن الأخبار ان جنابري وليباندوسكي طفا وقع رونالدو وبيل كأكثر سنائي تسجيلاً للأهداف في موسم واحد بدور الأبطال برسيد 24 هدف حتى قبل مباراة اليوم لأن رونالدو وبيل كانوا وصلوا لي 23 هدف في موسم واحد أو في بطولة واحدة فبالتالي هم خلاص بعد المباراة الأخيرة في النصف النهائي وصلوا ل 24 هدف كثنائي أكثر ثنائية إحرازاً للأهداف في تاريخ البطولة جنابري وليباندوسكي قدروا انهم يحرزوا 24 هدف كمان الصفحة الرسمية كانت تكلمت على فيسبوك ونشرة أبرز أرقام سيرجي جنابري ونيمار كأبرز اتنين لعيبة موجودين في الفرقيتين فبالنسبة لجنابري الراجل الليعب تسع مباريات سجل تسع أهداف وصنع اتنين رقم مهول في الحقيقة وكمان نمار لعب ست مباريات سجل ثلاثة وصنع أربعة برضو رقم جيد بالنسبة لعدد المباريات الليعبها نمار طيب دي كانت بعض الأخبار العالمية في تريند العالم النهار خلينا نشوف مشاركات الجماهير بعد سؤال حلقة اليوم وتوقعتهم لنتيجة مباريات اليوم بين باريس سان جرمان وأيضا بار ميونيخ نبتدي بخالد أحمد قال باريس سان جرمان هولا هيكسب كمان زياد حمادة أعتقد أن باريس ماشي بشكل كويس في دوري الأبطال لكن بار ميونيخ سيكون الأقوى هجوميا في هذه المباراة ستكون النتيجة حاسمة للبار محمود صالح قال باريس سان جرمان من وجهة نظره الأقرب عبد نور قال بار علي قال بار ميونيخ ومحمود طارق قال باريس سان جرمان وتايجر رامي قال بار ميونيخ يعني التوقعات راحة في اتجاه بار نظرا لأرقامه الكبيرة جدا على مدار البطولة بشكل كامل خلينا نتمتع بالمباراة بالليل بإذن الله تعالى دي كانت حلقتنا النهاردة من التريند بكرة حلقة جديدة وأخبار مختلفة ومواضيع مهمة حنتكلم فيها مع حضرتك واستنونا في حلقة بكرة إن شاء الله سلام